احنا منرحب فيك كابتن قساي اليوم اول مرة رح تكون معنا بيوم جديد رح نثبت فقرة الرياضة كل يوم اتنين صباحا نحكي للمشاهدين وهي دعوة للي بحبوا انهم يمارسوا التمارين الرياضية الخفيفة في فترة الصباح قبل ما يطلعوا من بيوتهم كابتن قساي رح يحكي لنا شو التمارين اللي نقدر نعملها بشكل سريع في البيت وممكن بالأدوات المتوفرة في البيت ممكن لو استعنا او اشترينا بعض الأدوات برضو اسعارها من المراكز الرياضية مقبولة وبشكل سهل جدا بتناول الأيدي يعني كسعر وكأدوات اليوم يعني بشكل سريع بس هيك خلينا نعرف الناس عنك قساي قساي مبروك مدرب لياقة بدنية رح اليوم ان شاء الله نعطيكم تمارين طبعا بسيطة جدا هي لمنطقة البطن اللي هي خنحكي عن الزوائد والدهون المترهلة في منطقة البطن بتعرف يمنعظم عنا الرجال والسيدات يعني عندهم هاي المنطقة شوي فيها يعني اللي خنحكي الكرش او المنطقة الدهون هاي فنحاول نعطيهم تمارين اللي نتخلص من هاي الدهون ونحسن المنطقة تكون هك شكلها حلو خاصة احنا هلأ بجو الشتاء الناس بتاكل ومش عم تعمل رياضة احنا نحاول نحاول نعمل تمرين هاي ونستفيد منها طبعا احنا رح نستعين بأدوات يعني هي بسيطة جدا زي الطابة اللي هي هاي البول والدامبلز طبعا دامبلز خفيف اللي هي الاوزان بالضبط اوزان هي خفيفة جدا وفي قرص طبعا رح نلعب في تمرين له لأزالت الدهون منطقة البطن والمات اللي هي الفرشهاي ممكن نستخدم طبعا هذول التمرين رح نستخدمهم احنا بالبيت يعني ممكن نستخدمهم بطريقة سهلة جدا وبسهولة ومش طح يعني تكون يعني صعبة يعني رح نعمل تمرين نا كل صباح ورح نكمل حياتنا اليومي نا وعشر دقائق يعني كل يوم بالزبط اه بالزبط اه من عشر دقائق اربع ساعة مش رح تضر وكويسة يعني حتى لو واحد ما مع وقت انه ممكن يعملهم بطريقة سهلة جدا تعطينا احساس بالنشاط اكتر انا مش هطول عليك ولا على المشاهدين هتركك الان معهم وتعملوا التمرين الخاصة بمنطقة البطن اوكي شكرا صباح الخير عزائي المشاهدين اليوم في عنا تمارين منطقة البطن لعضلات المعدة اللي هي سيكس باك طبعا العضلات اللي هي الامامية العلوية والسفلية والجانبية بداية رح نبلش بتمرين اسمه بلانك البو بلانك طبعا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة